اشتركوا في القناة في الفترة دي من السنة والحقيقة الموضوع ده بيمس كل الاعمار وبيمس الرجالة وبيمس السيدات كل واحد على حسب سنه وعلى حسب مرحلة العمرية اللي هو فيها بيكون عنده نوع مختلف او بيبقى مهدد بنوع مختلف من الترابات التباول قبل ما ابدأ كلامي وقبل ما ندخل في الموضوع او في اشهر مشكلة من مشاكل الترابات التباول اللي هي مشكلة السلس الباولي او التباول اللي ارادي احب ان انا ابدأ اكلم عن نقطة محددة لان اغلب الناس بتسألني عليها واغلب الناس بتبعاتلي رسائل تسأل عن مشكلة تكرار دخول او تكرار الرغبة في التباول بذات في فترة الليل او اثناء النوم الحقيقة الموضوع او النقطة او الجزئية الخاصة ب الرغبة المستمرة او الرغبة المتكررة في التباول ده هو بيحمل اوجه بمعنى ان فيه جزء او عدد كبير من الناس بحكم الطبيعة بيحتاجوا ان هما يروحوا التوالية او يتبولوا مرات كتيرة وده ما بيكونش حالة مرضية ولا ما بيكون اي بيحمل في طياته اي نوع من انواع الامراض الخاصة بالجهاز الباولي ولا حتى باي نوع تاني من المرض في الجسم بسبب ان كمية البول اللي بينتجها الجسم كتيرة لاسباب كتيرة منها برودة الجو مثلا فيقلل من كمية العرق اللي بيعرقها الجسم وبالتالي بتزيد او بتتزايد كمية البول كجزء من النورمال فيسيولوجيا او من الفيسيولوجيا الطبيعية بتاعت الجسم البشري انه محتاج يفقد او يخرج كمية معينة من المية او من الاملاح لو ما خرجتش في العرق فهي بالضرورة الكليا هتقوم بدورها وتخرجها في البول وبالتالي بتزيد كمية البول وهنا بيبقى الشخص او الانسان ده هو معرض طول الوقت انه يروح التوليد كتير مرات كتيرة ممكن تكون زيادة كمية التباول نفسها ممكن تكون زيادة كمية التباول او زيادة كمية البول نفسها نتجة عن بعض الامراض اللي بتأدي الى ان الجسم بيحتاج يخرج كميات كتيرة من المية لطرد بعض المواد زي السكر مثلا زي مرض السكري اللي احنا بنسميه في العمية اتفاق على نسبة السكر في الدم المرض ده هو بيكون مصحوب برغبة في التباول بشكل كبير وزي الناس اللي عندها زيادة في هرمون اضرار البول وبيكون او زيادة في هرمون اضرار البول وبالتالي زيادة في هرمون اضرار البول وبالتالي بتطرنها تروح التباول بتروح لطوليد كتير او تحتاج عندها رغبة في التباول مرات كتير هنا لازم نفرق ما بين الرغبة في التباول وما بين الرغبة الوهمية في التباول بمعنى ان المريض او الشخص العادي السليم ممكن يحتاج يروح التواليد كتير بيخرج كميات كتيرة من البول في كل مرة وهنا ممكن ونقدر نقول ان كميات البول دي هي الانتاج بتاع جسمه او كمية البول اللي بينتجها الجسم سواء بصورة طبيعية او بصورة مرضية زي ما قلنا زي في مرض السكري بعض امراض الجهاز البولي بقى مش الامراض اللي خارجة من الجهاز البولي بتبقى ناتج معها او بيكون من ناتجتها ان المريض بيحتاج ان هو يروح التواليد كتير أو الرغبة في التباول وفي كل مرة ما بيجيبش كمية بول بتبقى بالكمية الكافية يعني المريض بيشعر برغبة في التباول ورغبة ملحة في التباول ولما بيدخل الطالب بيجيب نقطتين مية أو يجيب شوية مية قليلين جدا ما يتناسبوش مع حجم الرغبة اللي كانت حصلة عندها وهنا لازم نميز ما بين الرغبة في التباول المصحوبة بكمية بول معقولة أو مناسبة للرغبة دي وما بين الرغبة في التباول المصحوبة بكمية بول ضعيفة جدا أو قليلة جدا بتكون أقل بكتير من المتوقع منقارنة بالرغبة أو بالشعور اللي كان الشخص بيشعره قبل دخول الحمام وهنا كمية التباول أو الرغبة الوهمية في التباول لها أسباب كتيرة جدا نحب نقول منها السبب الرئيسي هو التهبات المسانة أو وجود الصديد في المسانة وده بيبقى أكتر عند السيدات منه عند الرجالة كمان من الأسباب المشهورة جدا اللي ممكن تؤدي إلى الرغبة الوهمية في التباول هي وجود الحصوة في الحالب الحصوة في الحالب هي وجوده حصوة في جزء السفلي من الحالب ونتيجة لإشتراك في التغذية العصبية ما بين الجزء السفلي من الحالب ومنطقة التريجون في المسانة أو الجزء الموجود عند عنق المسانة بيبدأ المريض يشعره كأنه محتاج أنه يتبول وهو في الحقيقة الحركة اللي حصلها جوه جسمها محاولة من الحالب لطرد حصوة أو رملايا صغيرة موجودة جوه الحالب وده بيدي انطباع عند المريض إنه عايز يتبول ولما بيدخل التوالد ما بيقدرش يجيب كمية المية الكافية كمان غير الرغبة الوهمية في التبول في بعض الحالات اللي بيتخلي المريض يعني متردد على الحمام أو متردد على التوالد باستمرار محتاج أنه يجيب أو محتاج أنه يتبول ومش عارف هي بعض حالات الانسداد الجزئي لمجرى البول زي مثلا مرضى تضخم البرستات الحميد وزي السيدات اللي عندهم السقوط المهبلي اللي ضاغط على عنق المسانة في الحالتين بيبقى المريض المسانة ممتلئة بالمية أو ممتلئة بالبول وبيبقى المريض محتاج أن يروح يتبول ولما بيتبول بينزل جزء من المية وبيفضل محتفظ بجزء آخر من المية وبالتالي بيرجع للتوالد ويقعد متردد ما بين التوالد وما بين عدم الذهاب للتوالد يبقى هنا تاني أنا حابب أن أنا أفرق بالنسبة لأن الشكوى دي جتلي كتير جدا وناس كتير اشتاكت منها حابب أن أنا أفرق ما بين الرغبة في التبول والرغبة الوهمية في التبول وما بين المريض اللي بيتردد على الطويلة بسبب أنه عدم قدرته على التخلص من البول نهائيا في كل مرة في بعض الناس عندها رغبة في التباول نتجة من زيادة كمية البول سواء زيادة كمية البول بشكل طبيعي زي حالات تناول كميات كتيرة من الميا أو زي حالات البرودة الشديدة ومفيش أي نوع من أنواع العرق ولا الجو يكون حر يعني يسمح بأن الجسم يفقد جزء من المياة اللي هيفقدها عن طريق العرق كمان بعض حالات زيادة كمية البول المرضية زي مرض البول السكري ومرض أمراض الهرمونات زي نقص أو زيادة في هرمون إضرار البول طيب نيجي لبعض حالات الرغبة الوهمية أقولنا زي حصوات الحالب أو جزء السفلي من الحالب الحصوات بتاعة جزء السفلي من الحالب بتدي انطباع وهمي بالرغبة في التباول وكمان بعض الأنواع الأمراض زي التهابات المسانة سواء التهابات البكتيرية أو التهابات الفطرية اللي بتبقى مميزة بوجود نوع من الإفرازات لونه أبيض كده أو زي الدقيق موجود ده بينتج عن بعض الفطريات واللي ما بيقدرش يعبر عن نفسه في تحليل البول في صورة صديد والنوعين دول من الالتهابات بيقدوا إلى أن المريضة ده غالبا بيكون أغلب المرضى المصابين بالنوع ده من الأمراض بيكونوا سيدات المريضة بتكون عندها نوع من التهابات المسانة فبتتردد على التواليد باستمرار ظنن منها أو كنوع من الرغبة الوهمية في التباول مع أن المسانة فاضية ما فيش فيها كمية مية كافية بالنسبة لنوع التالت المتردد برضو على التواليد بكميات كتيرة هو الناس اللي عندها انسداد بدرجة ما في مجرى البول أو في عنق المسانة بالتحديد زي الناس اللي عندهم التضخم ببرستات الحميد أو عندهم ديء في مجرى البول لأي سبب ما وزي السيدات عند السيدات بالناس اللي عندها سقوط مهبلي من تكرار الولادات الطبيعية مثلا ده أحد الأسباب بيؤدي إلى أن السيدة أو الراجل ده هو بيكون عنده كمية بول كتيرة في المسانة وبعد كده لما بينتقل يروح يتبول بيتبول جزء من الميا دي وبيتراكم عليه جزء تاني من الميا طبعا كل نوع من الأنواع دي أو بذات الأنواع المرضية بتحتاج العلاج الخاص بيها طيب إزاي أو إيه الخطوات اللي المفروض المريض يعملها بالنسبة للمرضى اللي عندهم تكرار الدخول أو تكرار الرغبة في التبول بالنسبة للناس هاي ريسك أو المعرضين بكسرة يعني الرجال الكبار المعرضين لتضخم الحالب أو لتضخم البروستاتا أو السيدات اللي عندهم سقوط مهبلي أو عندهم درجة من السقوط المهبلي أو الناس اللي بتكون حصوات باستمرار أو أي حد جاله مغس كالوي مع الحكاية دي أو أي نوع من أنواع الألم إذا كانت المشكلة مصحوبة بأي نوع من أنواع الألم لازم المريض بسرعة بيعمل أولا تحليل بول لاستثناء وجود الالتهابات وبالذات في حالة السيدات الحاجة التانية المريض بيعمل أشعة تلفزيونية لحساب كمية البول المتبقي بعد التبول ودي أهم نقطة إذا المريض بيتبول كمية البول كاملة إذن هنا الجهاز البولي بريء من المشكلة ونبدأ ندور على أسباب تانية طبعا إذا كان في ألم أو ما فيش إذا كان في ألم لكن لو ما فيش ألم المريض طبعا بيبقى احتماليات وجود مشاكل في الجهاز البولي مش كبيرة أو مش أقل ورودا من وجود مثلا حاجة زي النورمال فيسيولوجي إن المريض يكون بيكون بول بكميات كتيرة طبعا أنا أتكلم على الناس اللي بره مجموعة الهاي ريسكي لكن المريض بروستاتا مثلا لازم يكون حاضر في ذهنه إنه ما بيفرغش المياه كويس مريضة البرولابس أو السقوط المهبالي لازم يكون حاضر في ذهنها إنه يبقى تفرغش المياه بشكل كويس أنا حبيت أبدأ كلامي بنقطة بتاعة تكرار الرغبة في التبول لأن الناس كتيرة سألتني من الناس كتيرة بعضت لي بتسأل عن تكرار الرغبة في التبول المستمرة وبالذات في فترة الليل في مرضى أو في فترة الشتاء اللي إحنا داخلين عليه ننتقل بقى للموضوع الأساسي بتاعنا أو المشكلة الأساسية أهم حاجة في اضطرابات التبول هي مشكلة السلس البولي أو التبول اللا إرادي أو التبول أو عدم القدرة في التحكم في البول إحنا عارفين إن المثانة كعضو عضو مهم جدا وهذا العضو له وظيفتين أساسيتين الوظيفة الأولانية هي تخزين البول وده وظيفة لا تقل أهمية عن قدرة عن أهمية تفريغ البول وظيفة المثانة كعضو بيخزن البول دي وظيفة حيوية جدا وليها شروط وأهمها إن المثانة تستوعب البول لحد أرقام معينة وعند الأرقام دي اللي هي بتبدأ حوالي عند أول 150 سنط من البول بتبدأ المثانة بتدي إشارة عصبية للمخ إن هي فيه المثانة بدأت تمتلئ وإن الجسم يبدأ يتهيأ أو الظرف اللي فيه الإنسان يبدأ يتهيأ عشان يبقى فيه فرصة للتبول بعد كده المثانة بيخليها خاصية الكمبلاينس بتاعها أو المرونة بتاعتها قدرتها على استيعاب البول بتبدأ تتمدد من غير ما يزيد الضغط جواها فبيبدأ المريض أو الشخص الطبيعي يعني بيحس ما بيحسش بصعوبة شديدة في التبول لأن كمية الضغط اللي جوه المثانة نفسها عند 150 سنط بتكون هي نفس كمية الضغط اللي حصلة عند 350 وده سبب إن المثانة لها خاصية الكمبلاينس أو المرونة اللي بتسمح للمثانة أنها تستوعب كمية مية أكتر من غير ما يزيد الضغط وبالتالي ما يزيدش السترس اللي فيه الإنسان أو الإشارة تتزايد عند 350 سنط من المية في الشخص الطبيعي بتبدأ المثانة تدي إشارة عصبية إن الرغبة في التبول بقت ملحة وبقى لازم الشخص ده يفرغ كمية البول بأي طريقة بعد كده عند 400 أو 450 سنط تبدأ المثانة خلاص بقى الرغبة في التبول بقت ملحة ويكاد يكون البول هينفرط من عنق المثانة بسبب إن خلاص المثانة بقت فوق بتستوعب كمية كتير استوعبة الطاقة القصوى لها اللي ما عادش ينفع إن هي تستوعبها وبيبدأ بقى الإحساس بالألم من احتباس البول يتزايد حبيت أتكلم عن وظيفة المثانة لأنها هتساعدنا في شرح أنواع السلس البولي أو أنواع عدم التحكم في البول هنبدأ بأول نوع من أنواع السلس البولي أو عدم القدرة في التحكم في البول وهي السلس البولي الملحة زي ما اتفقنا قلنا المثانة لما بتمتلق عند 350 سنتي بتبدأ تدي إشارة عصبية أكثر حدة وأكثر شدة من اللي كانت موجودة عند 150 سنتي عند لما كانت ممتلقة ب150 سنتي من البول طول ما البول بيتراكم من مسافة ما بين 150 سنتي أو 150 سنتي قدت أول إشارة بعد كده البول بيبدأ يتراكم جوه المثانة من 150 لحد 350 سنتي المثانة ما بتعملش أي سترس ولا أي ضغط وحتى الإشارة العصبية بتاعتها عادية رغم أن المفروض أن كمية البول بتتزايد ده ناتج من أن المثانة مرنة الجدار بتاع المثانة فيه من المرونة ما يسمح ليه باستعاب البول لكن عند 350 سنتي كل ده في شخص طبيعي شخص البالغ الطبيعي عند 350 سنتي بدأت المثانة هنا تعمل إشارة عصبية بشكل ملح جداً للمخ وبتقول له أنا لازم أتبول دلوقتي لأن كمية البول الموجودة بقت فوق طاط الموضوع ده مع تكراره بتبدأ المثانة يحصل فيها حاجة أو ده طبيعي أن المثانة طول الفترة دي ما بتنقبتش إلا في نفس اللحظة اللي بيقرر فيها العقلة أو المخ أن يحصل تبود فبتيجي الإشارة العصبية في العصاب نفس الإشارة اللي بتيجي تدي لعضلة المثانة الأمر بالانقباد بتدي لعنق المثانة أو للصمام الأمر بالانبساط بمعنى أنه بيفتح الصمام عضلات الحوض بتفدح في نفس الوقت اللي المثانة بتنقبض فيه فبيخرج البول بالشكل التبول الطبيعي اللي احنا بنشوفه أو كل الناس بتمرسه يعني طيب لو حصل إن المثانة في مرحلة التحويش أو في مرحلة تخزين البول بدأت تدي إنقبادات معينة يعني المثانة مفروض طول فترة تخزين البول المثانة ما بيكونش لها أي نوع من أنواع الانقبادات عضلة المثانة بترتخي بتمارس نوع من المرونة عشان تستوعب كمية البول في مرضى البول أو السلس البولي الملحة أو السلس أو الـ Urinary Incontinence بيحصل إن المثانة بتنقبض انقبادات لا إرادية غير خضعة لسيطرة الجهاز العصر يعني هذه الانقبادات بتتم تحت مستوى الوعي مش المخ ما بيديش إشارة للمثانة إن هي تنقبض ما فيش أمر الظرف الاجتماعي لسه مش سامح والشخص قاعد والصمام ممكن يكون لسه مقفول بتبدأ المثانة تنقبض انقبادات لا إرادية لا منضبطة لا في العدد ولا في الوقت ما بينهم ولا لها أي ضعب الظرف هنا بيجي المريض أو المريضة بتشعر بنوع من الحاح إن البول هاي بولد دلوقتي حالا لازم دلوقتي حالا في خلال ثواني تبدأ المريضة أو يبدأ المريض بسلس البولي الملح إنه هو يتبول وإلا نقطة مية فيلتت أو نقطتين مية فيلتت وبدأ المريض يتطرب ومبقاش عارف يتصرف إزاي وممكن لا إرادية إن هو نفسه يفتح الصمام تحت تأثير نقطة المية دي لأنها جيت له في وزرف اجتماعي هو ممكن في وضع ما يسمح لهش بالتبول أو بأبعد ما يكون عن أي أقرب توليت لي أو دورة المية الموجودة قريبة منه وبالتالي بتبقى الانقباد البسيط اللي حصل في المسانة ده هو السبب في السلس البولي الملح يبقى السلس البولي الملح ناتجة عن انقباد في المسانة لا إرادة حصل في مرحلة التخزين يعني ما بين الإشارات العصبية أو ما كانش فيه إشارة عصبية سبقة رايحة للمخ قبله بتقول إن المسانة هتمتلق طيب إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى السلس البولي الملح الأول قبل ما نقول الأسباب لازم أقول الفئات المهددة أحيانا هو أكثر في السيدات منه في الرجالة يعني بيحصل في السيدات في مرحلة بعد 35 أو 40 سنة وبيستمر ممكن يحصل في أي فئة عمرية بعد كده ده بشكل ممكن نقول إديوباثيك يعني بشكل بدون سبب وبيفسر إلى أنه هو نوع من المثانة العصبية أو المثانة النشطة أو بعض الالتهابات المزمنة اللي كانت موجودة في المثانة أو حاجة اسمها الانترستيشال سيستايتس أو التهابات المثانة النتجة عن النسيج الداخلي بتاع المثانة نفسه بيحصل فيه نوع من الالتهابات المزمنة اللي بتسبب هذه الانقباضات طيب من تاني مهدد بالحكاية دي أو بحكاية المثانة العصبية بعض المرضى الكبار في السن أو الرجال الكبار في السن اللي عندهم أي نوع من أنواع الانسداد البولي أو انسداد جزء من الجهاز البولي هي نفس فكرة بتاعت المريض اللي بيروح التولد كتير مع الوقت بيحصل استجابة أو نوع من رد الفعل للمثانة للانسداد الموجود في عنق المثانة المثانة العنق بتاعها مقفول بالبرستاتة أو بدي أو بأي سبب إن كان مقفول فترة طويلة جداً وبالتالي بدأت المثانة يحصل لها نوع من المثانة العصبية كرد فعل للانسداد اللي موجود فلما المية بتتكون أو البول يتراكم داخل المثانة بتبدأ المثانة تنقبض انقبادات لا إرادية كرد فعل للانسداد اللي موجود أو كمحاولة منها إن هي تطرد كمية البول المتراكمة اللي الجسم مش قادر يتخلص منها وبيظهر عنده مريض الانسداد البولي اللي هو عنده أصلاً احتباس بولي ولو جزئي بيبدأ يظهر عليه نوع من السلس البولي الملح يعني بيبقى المريض قاعد بيلاقي البول بيبدأ يخرج منه بشكل أو بآخر طيب ده النوع أو دي الفئات المهددة طبعاً في بعض الأطفال بيبقوا مهددين بالسلس البولي الملح على خلفيات زي بعض الناس اللي عندهم مشاكل أو عيوب خلقية وظيفية في المثانة أو عندهم عيوب خلقية تشريحية في المثانة زي بعض مرضى الحالب المهاجر وبعض مرضى اليورتروسيل بعض أمراض الوراثية أو الأمراض الأنوماليز العيوب الخلقية اللي موجودة في الحالب وإحنا تناولناها قبل كده في حلقات صاد طيب إيه الأسباب اللي ممكن توصل المريض ليبقى عنده المثانة عصبية؟ طيب معنا اتصال هاتفي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكا يا ركتور تمام ماشا فضل حضرتك أنا ابني عنده دامن سنين وبيعمل حمام على نفسه دايما هو نايم هو نايم بس ولا هو نايم هو صاحي؟ لا هو نايم بس فصيف أو شتس بيه دايما ما بينام كتير بيعمل تمام تمام حضرك اسمعينا وأنا هرد على حضرتك بالوقت حقا شكرا العفو الله يصلي مشكلة اللي السازة اتكلمت فيها الطفل اللي عنده التباول الليلي هو هنا احنا بناعتبروش نوع من التباول اللي هي إرادة ده نوع من اضطرابات التباول لكن هو مش تباول لا إرادة بمعنى ان الطفل ده هو بيتباول بشكل طبيعي وهو صاحي حضرتك احنا كلمنا في موضوع ده قبل كده كتير جدا والكلام موجود على اليوتيوب أنا هجاوبك باختصار وحضرتك رجعي للحلقة موجودة على اليوتيوب هتلاقي فيها الموضوع بتاع التباول الليلي ده بشكل مفصل تمام أول حاجة لازم حضرتك تعمليها انك هتستسني وجود الدودة الدبوسية يعني حضرتك بتعمله تحليل براز لان فيه مرض طفايلي اسمه ديدان الدبوسية أو الانتروبيس الدودة دي من شأنها ان هي بتعمل اضطراب في الأعصاب أو بتعمل عملية irritation بتدايق الأعصاب اللي موجودة في منطقة الحوض فبتسمح بالحكاية دي بذلك لما بيكون الطفل نام ودخل في النوم بشكل كبير يبقى أول حاجة لازم تستسني وجود الدودة الدبوسية سواء في الطفل ده أو في إخواته الصغيرين اللي موجودين معاه في نفس البيت بمعنى أنه ممكن يكون تعملي التحليل ويطلع سلبي وهو الطفل عنده دلوقتي الدودة دي موجودة فلازم حالك تعمليه تحليل براز للأطفال كلهم ولو في حد عنده مشكلة فيه إجراءات علاجية كتيرة لازم تتعمل غير العلاج لازم تقص دوافرهم وتغلي الملابس الداخلية وشوية حاجات كتيرة احنا قلناها قبل كده حالك ممكن تشوفيها على اليوتيوب أول حاجة لازم تعمليها تستسني وجود الدودة الدبوسية الحاجة الثانية حالك لازم تعمليها الطفل اللي هو لازم ينظم ساعات نومه يعني ما ينفعش ينام مرة لأنه طبعا من أهم المشاكل اللي بتؤدي للحكاية دي حكاية النوم التقيل الولد دا نومه تقيل هو بالنهار بيتحكم كويس جدا لكن بالليلة ما بينام بيدخل زي اللي نايم في غيبوب ومحدش بيقدر ايه صحيح أو ما بيستجيبش لأي مؤثرات موجودة حواليه فلي بيحصل أنه هو نايم المسانة بتدي إشارة للمخ أنا اتماليت هو ما بيستجيبش لها لأنه هو تحت أو نايم نوم عميق جدا فحضرتك طيب معانا اتصال الأستاذ حسن ايوه اتفضل معاك معاك يا دكتور حضرتك يا دكتور يعني ما بجي أعمل حمام بعمل حمام زي الدم يعني هو الحمام لونه أحمر ولا لونه برطقاني غامئ لا أحمر يا دكتور طيب اتحرك عندك كم سنة عن 30 سنة طيب فيه وجع في أي مكان لا يا فن طيب الدم دا موجود مع البول بس ولا بتشوفه مع السائل المنوي كمان لا مع البول بس تمام مش أوكي حاضر طيب بالنسبة للسيدة قبل ما نرد على الأستاذ حسن بالنسبة للسيدة اللي كانت بتتكلم عن التباول الليلي قلنا اني لازم نزبط مواعيد نوم وبعد كده فيه مجموعة التمارين ممكن حركة ترجعي للحلقة بتاعتنا على اليوتيوب وتشوفيها وبعد كده هو كمان فيه علاج دوائي الحاجات دي بتبقى مع بعضها ان احنا بنلغي وجود أو بنستثني وجود الأمراض التفايلية اللي احنا قلنا عليها والتمارين اللي موجودة ونزبط مواعيد النوم ونبدأ كمان ندي العلاج الدوائي ونبدأ نتابع الحلقة وفيه طبعا فرص تحسن بتبقى كبيرة جدا بالنسبة للطفل اللي عنده التباول اللي طب بالنسبة للسيدة حسن هو بيشتكي انه شايف دم في البول احنا عملنا برضو أيستاذ حسن قبل كده حلقة كاملة عن النزيف البولي وحركة ممكن ترجع لها بس انا سريعا هجاوبك عشان نرجع لموضوع الحلقة بتاعتنا عليك ما دون تشوفت دم في البول لازم نتعقب مصدر هذا الدم ماينفعش ان نشوف دم في البول ونتجهله يبقى لازم حضراك تعمل تحليل البول بشكل سريع جدا شوف هل هو ده دم فعلا ولا حاجة مديلون للبول لانه ممكن تكون حضرتك وكل حاجة ملونة البول احمر بما انه مفيش اي نوع من انواع الواجع عندك في السن 30 سنة اشهر سبب يعمل دم في البول هو وجود الحصوات فدي طبعا شيء مؤلم فلازم تكون حسيت بواجه طبعا في اسباب تانية غير الحصوات ممكن تعمل نسيف بولي غير مؤلم بس قلنا ان دي بتيجي في سنة اكبر في ظروف تانية غير سنة 30 سنة فحركة اوسط حسنا بتعمل تحليل بول ويشوف لنا فيه التهابات في المسانة ولا لا فيه نوع من فيه دم او كمية كرات دم الحمراء موجودة في البول قد ايه وبيدينا فكرة عن وجود الاملاح من عدم وعشان ده ممكن يدينا برضو انطباع عن ان الجسم ده بيكون حصوات ولا لا وبعدك حركة بتعمل نوع من الاشعة التلفزيونية على البطن وعلى الحوض بنبدأ نبص على الكليتين نشوف فيهم ارتجاع ولا لا ونشوف الحالب او وارفنا نشوف الحالب في حصوات ولا لا ونشوف برضو المسانة ونحسب كمية البول المتبقي بعد التبول وهنا بناخد صورة عامة عن المنطقة بتاعة الحوض وطبعا بنشوف المسانة فيها كتل لحمية او لقدر الله تجمعات دموية او اي حاجة من هذا القبيل ونبدأ على هذا الاساس ندي العلاج بتاعنا ايا كان الموقف في كل الاحوال الخطوة الاولى بتبدأ بتحليل بول وبعد كده هوا بتبدأ بنعمل اشعة تلفزيونية تمام معانا الاستاذة مشيرة بلو السلام عليكم وعليكم السلام ايو يا دكتور لو سمحت فيه تبول التبول بتاعي كده يعني بيبه فيه افرزات دموية كده طب انت حرك كم سنة انا عندي ثلاثين سنة طيب فيه اي نوع من انواع الواجع موجود اي رب بيبه فيه في التبول كده وواجع بسيط كده تمام تمام حرك بتحكمي في المياه طبعا او بتحكم في المياه وصعات يعني ايه فيه ايام بتحكم فيها وفيه ايام ما بتحكمش فيها طيب لما بتحكمش فيها ده بيبقى مع الكحة والعطس ولا مع حاجة تانية مع الكحة والعطس تمام ماشي تمام تمام ماشي يا دكتور ممكن انت تجاوزنا على المسار ده حاضر تحت امرك تحت امر شكرا هيا الاستاذ المشيرة لو كانت سمعتنا من ديئتين بالزبط كنا بنتكلم عن حالة مشابهة جدا الاستاذ حسن برضو عنده شاف دم في البول موجود مع ايه او دم نازل مع البول في سن هو سنه 30 سنة هو بس حسن ما كانش عنده وجع استاذة مشيرة عندها وجع اشهر اسباب اللي ممكن تعمل افرازات الشبه الدموية اللي موجودة دي عندنا سببين اساسيين او في سن 30 سنة سيدة في سن 30 سنة اما وجود الالتهابات سواء التهابات بكترية او التهابات فطرية بس التهابات فطرية بتبقى الافرازات في الاول لونها ابيض وبعد كده لما بيحصل معاها التهابات بكترية تبدأ تعمل افرازات بألوان مختلف دي رقم واحد رقم اثنين وجود الحصوات في الجهاز البولي يعني وجود حصوات بالذات في جزء السفل من الحالب ممكن تعمل نوع من الدم موجود نتيجة الحصوة بتتحرك فبنشوف الدم نازل مع البول لو نقطة الدم في البول بتلونه كله باللون الاحمر الخطوة اللي لازم تعمليها فورا هي تحليل بول بشكل مباشر تحليل بول ده هيدينا اشارة اذا فيه التهابات شديدة موجودة في المسانة او اذا فيه نوع من انواع الاملاح او اذا فيه دم الخطوة التانية بعد تحليل البول هي برضو اشعة تلفزيونية على البطن وعلى الحوض ونبدأ ندي العلاج الخاص نقطة بالنسبة ليه نوع السلس البولي اللي عندها اللي هو بيجي مع الكحة والعطس ده سلس بولي اجهادي ممكن مع تكرار الولادات بيحصل عند السيدات هنتكلم عنه بالتفصيل بعد ما نخلص الموضوع او نقطة الخاصة بسلس البولي الملح اخر حاجة قلناها ايه الاسباب اللي ممكن تودي على السلس البولي الملح معانا نورة فضاليا نورة اه بابا ايضا حضرتك انا عاجبي بنت عمي عندها 21 سنة وعندها تباول ارادي بالليل واحنا كشفنا يعني عند كترة كتير بس قالولنا انه هي يعني مفيش عندها مشكلة في عضلات العضلات بس يعني عندها مشكلة ولا ما عندهاش مشكلة ما عندهاش تمام 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 بس وبيدوها علاج بس برضو يعني هي عندها تباول سواني عندها تباول ليلي بس ولا ليلي ونهاري لا ليلي بس يعني بالنهار بتتحكم في المياه كويس اه تمام 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 ماشي تفضل طبعا وفي سن 21 سنة ده صعب بيكون فيه اي نوع من التفايليات يعني صعب وان كان لازم برضو نستثني وجود العدوى التفايلية علشان نتأكد اه وطبعا هي مرت بتقول عدت على ده كترة كتير فاكيد تم استثناء النقطة دي طيب ايه اللي ممكن يبقى اه 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 او يساعد في علاج حالة زي كده الاراضة بش اكتر من كده هي محتاجة ان هي تركز في علاجها علاجها مش دواء بالاساس علاجها في الاساس هو اه تمارين مجموعة من التمارين معينة اه نمط حياة معين هتستمر عليه لو في سمنة تتخلص منها بحيث ان هي تتحسن بسرعة لان هي اتأخرت هي وصلت لسن 21 سنة ولسه الريفليكس او الفعل المنعكس او الفعل او الريفليكس الخاص بالتبول ما تسطبش منزلش على السوفت وير بتاع عقله بمعنى ان هي لابا بتكون مزنوقة المفروض وهي نايمة المثانة تبعت اشارة للدماغ فالدماغ يصحيها او يصبت الاشارة دي لحد ما هي تصحي يعني لازم يقفى دي سجن من الاثنين هنا اللي بيحصل ان المثانة بتبعت اشارة للدماغ اما ان العقل ما بيتعرفش على الاشارة دي فبتبقى المثانة بتفضي مع نفسها او ان العقل بيتعرف على المثانة دي وهي ما بتقدرش تحكم التبول في الحالتين يا مطلوب منها ارادة يعني بتزبط مواعيد النوم بتقطع مواعيد النوم يعني ما بتنامش التمن ساعات متتليين بحيث ان لحد ما تتعود على نمط معين من النوم يبقى نوم سطحي جدا بحيث ان هي مع اي حد بيكلمها او اي فعل بيحصل حوالها تقدر تستجيب وتستوعبه لان في الغالب النوع ده بيبقى نومو تقيل جدا ده رقم واحد رقم اثنين بتعمل مجموعة من التمارين من شأنها نيتقوي حتى لو هي عضلات الحوض عندها قوية وكويسة بتقويها اكتر بحيث ان هي لو بدأت التفاول فعلا تقدر نيتمسك نفسها برضو ان الحاجات المهمة جدا اللي هي لازم تتعلمها عشان تقدر تعرف الفاين موفمينت بتاعت عضلات الحوض او تقدر تميز التناغم بتاع عضلات الحوض لازم هي بتتبول تبدأ تقطع التبول مرة واثنين وثلاثة طبعا مع العلاج الدوائي تبدأ الامور تتحسن معها الهام حاجة لازم تعرفها هي الاراضة دي اهم حاجة ماشي معنا الاستاذ عبدالهادي حسنا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسنا دكتور عندي زنجة في الجنب الايمن مع يعني المياه واخور اشرب مياه كتير وتبول كتير طب انت عندك كم سنة؟ عندي تبولة واربعين كتاب طبول امبارح طبعا بيقول لي عايز اخد عينة مش عينة من ده الكلام ولكن الحمد لله يعني امور الطبيعية عينة من ايه؟ عينة من ايه؟ من الكليا لأ انت عندك واجع في الكليا؟ يعني لا حاجة بسيطة من الخلف بس تسميع تحذيره كده طيب والميا بتقول فيها ايه؟ الميا كتير اشرب ميا كتير وامشي الحمام كتير وفيه ألم فمن جدام كده يعني طيب هو اللي قالك هيخد العينة ده قالك هيخدها ليه؟ عشان يعني بيقول لي انت عملت وزائف بيقول لي وزائف عالي يعني لكن الناس اللي هي التانية قالوا لها كويسة طب الناحية التانية الكليا التانية كويسة ولا فيها مشكلة؟ لها كويسة طبعا يا ميش تفضل أستاذ عبدالهي طبعا الوجع اللي موجود ناحية اليمين ده مع الشكوى بتاعت التبول ده الشكوى الكلاسيكية بتاعت حصوات الحالب بس طبعا احنا مش شايفين الحالة قدامنا فما نقدرش نحكم بنسبة 100% فالخطوة الأولانية انت عملت تحليل وزائف كلا لازم تعمل معها تحليل بول طبعا شوف فيه ألبيومين أو فيه بروتين في البول علشان حكاية العينة دي برضو طلب عينة ده أكيد عنده أسبابه يعني دي رقم واحد رقم اتنين طبعا أشعة تلفزيونية في الأساس أشعة تلفزيونية دي ممكن تحتاج بعدها انك تعمل أشعة مقطعية علشان تشوف لو في حصوات فعلا موجودة في الحالب يعني لو الأشعة تلفزيونية دي طلعت ارتجاع على الكليا اليمين طبعا ده سبب المنطقي للواجع في حد عنده 43 سنة مع تكرار الرغبة في التبول فأول حلقة اتكلمنا عن الناس اللي بي عندها حصوات في الحالب وبتدي إحساس وهمي إنه عايز يتبول اللي بيحصل نحن بنعمل أشعة تلفزيونية والأشعة تلفزيونية هتمشيك في سكة من اثنين إما أنها تقولك أن فيه ارتجاع على الكليا وده هيتطلب منك تعمل أشعة مقطعية عشان تعمل تقييم للحصوات الموجودة في الحالب وبعد كده تشوف القصة بتاعت لو فيه حصوات هتتخلص منها إزاي سواء بالعلاج بقى سواء بأي طريقة تانية أو إن الأشعة التلفزيونية هتبدي لك انطباع عن وجود عطب في الكليا اللي هو النيفروباسي موجود فيه النسيق بتاع الكليا وهنا بقى ممكن دور العينة اللي اتطلبت منك تيجي هي إيه في الاتنين؟ أكيد الدكتور اللي شاهد الحالة هو قدرى وهو يقدر ييفصل يعني هي أنهي واحدة تعمل إيه أو ما تعملش إيه خطواتك بالترتيب كده هتعمل تعملت وظائف كده هتعمل كمان تحليل بول كامل عينة بتاعت الصبح وهتعمل كمان أشعة تلفزيونية على البطن وعلى الحوض وتبدأ بقى تاخد قرارك إما أنك تعمل أشعة مقطعية وتمشي في السكة بتاعت الحصوة أو إما أنك هتكمل في السكة بتاعت نفروباسي أو مع الدكتور بتاع الكليا الباطني مش الجراح نرجع ليه السلس البولي الملح وثلس البولي الملح إحنا قلنا الفئات المهددة بيه الأكثر عرضة ليه هم السيدات وقلنا ممكن يحصل بدون أسباب خالص وفي الرجالة بيحصل في أسباب مع بعض حالات الانسداد الجزئي زي مرضى البروستاتا تمام معنا مكلمة تانية السلام عليكم وعليكم السلام إلا بقى دكتور لو سمحت أنا عندي شكوة في تكرار المية يعني في الشكوة دي في العجوة البردة بس يعني في الشيتة بالزات تمام تمام لما هدخل أخش الحمام كتير بسيب بتقدرش عرف الشيتة بالزات أكتر من الساعة مقدرش تحمل طيب طيب لما بتدخل الطوالة بتجيب كمية كافية أم لا بتدخل وتخرج على الفاضي لا كمية كافية حضرت تمام ماشي تفضل في الشيتة بس يا دكتور في الصيف ما عنديش أي مشاكل حضرتها تمام ماشي تفضل وشكوة دي لها بدر يعني حضرت تمام تمام تفضل وطبعا حرك لو متابعنا من أول حلقة ده أول كلام قلناه النهاردة وقلنا إن في بعض المرضى بيبقى عندهم رغبة أو تكرار رغبة في التبول باستمرار نتجاه عن زيادة كمية إنتاج البول وقلنا إن أشهر وقت بيحصل فيه الحكاية دي أو الظروف اللي بتحصل فيها الحكاية دي هي البرد معنى مريض ده هو ما بيتعرضش ليه العرق أو ما بيتعرضش الحرارة فما بيحتاجش إنه يعرق وبالتالي الكليا بيبقى منوت بيها أن يتخرج كمية المياه اللي كانت بتخرج في العرق أو كمية الأملاح اللي كانت بتخرج في العرق تخرج كلها في البول وبالتالي بتزيد عملية إنتاج البول فبتمتلق المثانة بسرعة فبيبدأ المريض يتبول بدل ما كان يتبول كل ساعتين مثلا ممكن كل ساعة كل مصنع يبدأ يتبول عاد بس لا بيبقى جزء من الفيسيولوجيا الطبيعية بتاعت الجسم مش حالة مرضية إذا ظهرت أي أعراض زي وجع زي حرقان في المياه زي ألم في جنب من الجانبين أو أن يكون المريض ده كبير في السن زي مرضة البروستاتا أو أنها تكون سيدة ولدت كذا مرة وبلدت موضوع الكرار معها ويبقى مستمرة معها فترة طويلة هنا بقى لازم نبدأ نعمل عملية الفحوصات اللي احنا قلناها في بداية الحلقة عجل ننهي النقطة بتاعت السلس البولي الملح احنا شرحنا القصة بتاعت السلس البولي الملح قلنا ازاي بيتكون السلس البولي الملح ازاي لما سنع بتنقبض في أوقات الملو أو في أوقات التخزين تمام ماشي معنا تليفون أبو محمد أبو محمد ماشي أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله بالليل ولا بالليل وبالنهار تمام ماشي 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 شكرا ولو متابعنا برضو احنا تكلمنا في الموضوع ده مرتين في حلقة النهار ده بس وعملنا له حلقة كاملة موجودة الحلقة على اليوتيوب فاحنا مش هنقعد بقى نعيد الكلام علشان خطر نكمل موضوع بتاع الحلقة بتاعتنا النهار ده فانا بس تأذينك بس تشوف الحلقة سواء الحلقة اللي احنا فيها ده او ممكن تشوف بقى بالتفصيل اكتر تعرف معلومات اكتر موجودة فحلقتنا عن التباو الليلي موجودة على اليوتيوب طيب نرجع على قناة صحة وجمال على اليوتيوب طيب نرجع نتكلم عن السلس البولي او الملح اهم سبب سلس البولي الملح طبعا قلنا او اشهر فئة عمرية معرضة ليه هي السيدات من فوق 35 او 40 سنة وطالع الفئة دي مهددة بيه ممكن يحصل بدون اي اسباب يبقى اي ديوباثك كده او سبب مفيش سبب مرض يوضح النوع التاني اللي ممكن يعمل سلس بولي ملح هو الالتهابات المزمنة او الالتهابات الحادة بس الفرق ما بين الالتهابات المزمنة والالتهابات الحادة الالتهابات المزمنة بتعمل سلس بولي ملح بيفضل مع السيدة فترة طويلة جدا خلاص مش بيروح من كتر ما اللي مسانة جالها الالتهابات وخفت جالها الالتهابات وخفت لا اي سبب من الاسباب ممكن يكون ده الالتهابات دي جيت بسبب مثلا حصوات في الحالب أو في المسانة ممكن بسبب انسداد ممكن بسبب سقوط المهبالي أي حاجة من الحاجات دي بتوصلني في الآخر للصورة السلس البولي الملح طيب ممكن كمان الالتهابات الحادة تعمل سلس البولي الملح بس الفكرة أن السلس البولي الملح المصاحب للالتهابات الحادة أنها بتعود من 3 إلى 5 أيام بحد أقصى يعني بيكون سلس بولي ملح مؤقت يعني مع اختفاء الالتهابات الحادة دي بيختفي السلس البولي الملح يعني المريضة طول ما فيه التهابات وصادين بتحس إن هي المية بتفلت منها أو مش قادر تحكم في المية ده بيعج من حوالي من 3 إلى 5 تيام وبيختفي مع اختفاء الالتهابات أو بمجرد علاجة من الأسباب اللي بتؤدي للسلس البول الملح هو السلس البول الملح الناتج عن تراكم كمية البول في المثانة وقلنانا ده بيحصل في الرجالة مرضى البرستاتة المثانة فيها مية بعد كده بتبدأ المثانة تعمل بعد فترة من تراكم المية جوه المثانة تبدأ المثانة نفسها تنقبض انقبضات لا إرادية كمحاولة منها المحاولة ذاتية من العضلة تحت المثانة هي تطرد المية اللي موجودة فبتبدأ تعمل سلس البول الملح ومع الانسداد طبعا ما بتخرجش كمية المية كلها فبيبدأ المريض في سايكل مستمرة لحد ما يبقى ده سلوك المثانة أنها بتعمل انقبضات لا إرادية طيب ممكن في السيدات تحصل الحكاية دي أو ممكن تحصل في السيدات اللي عندهم سقوط مهبلي سادت ببقى الراحم سائد شوية لتحت فمغير الوضع التشريحي بتاع المثانة ضغط على العنق بتاعها وعضلة بتاعت المثانة تبقى بدون سابورت بدون دعم فبتبدأ المية تتراكم جوه المثانة وبالتالي بتبدأ المثانة ده هي تعمل انقبضات لا إرادية علشان تفضي كمية المية من المثانة طيب طيب معانا الأستاذة ولاء أيها السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلامة ورحمة الله لو سمحت يا دكتور أنا على طول عندي وجع كان في الشتة اللي فات في جنب اليمين تمام والسانة دي في الجنب الشمال وجع جامد في بطني مسامح في ظهري كلما روح أكشف يقولوا لي ده الكولون ده الكولون وبيدوني إعلاجه ما بخفش تمام هي دي ممكن تكون حاسوة هم مش شايفينها آه بص يا ولاء هو الفكرة كلها أن الوجع ألو أي ولا مع حضرتها طيب أنت عندك أي وجع في أي مكان تاني الأول خالص أنا أصلا معدتي تعباني بس باخد لها علاج لا بغير معدتك وجع في أي مكان تاني في الجسم غير الوجع ده بس لا هو الوجع ده اللي في جنب بس بس بحيث أن فيه من تحت بطي كده وجع يعني طيب هو بس هو الوجع اللي أنت شك أنه هو وجع بتاع الكلا ده هتحسميه بالأشعة المقطعية هتروح تعمل أشعة مقطعية مباشرة بحيث أنك تستسني وجود حصوات إذا في حصوات هتتعلجي منها بشكل بقى مباشر موجهة لها مش أي علاج عمياني كده وخلاص طيب مفيش حصوات هتبدأي تدوري بقى على سبب فعلي للوجع اللي عندك سواء كان مشكلة في القولون فعلا لقدر الله مشكلة في أي حاجة تانية تبدأي تعالجيها فالخطوة الأساسية لأنه ممكن الأشعة التلفزيونية يكون فيها حصوات ومش متشافة فعلا وادت فتعملي أشعة مقطعية مباشرة هتحسم الكلام ده هوا فيه مشكلة ولا مفيش مشكلة بس في المية برضو يا دكتور عند المية المتاجة أعمل حمام مية بتبقى كده يعني برضو بتنزل نقطة بنقطة طيب ما ده يؤكد إن احتمال وجود حصوات فلاص طيب يبقى أنت زي ما قلت لك الخطوة اللي جاية بتاعتك تعمل أشعة مقطعية مباشرة وتحسيم الموقف ده هوا فيه حصوات ولا لا بس ماش شكرا يا دكتور العفو طيب نرجع للموضوع بتاعنا وقلنا سبب بتاع السلس البولي الملح في السيدات وقلنا التهابات الحادة أو التهابات المزمنة سواء السلس البولي الملح ده مؤقت ولا سلس بولي مستمر طيب الحاجة التانية وجود الاحتباس البولي أو غلو الجزئي اللي بينتج بعد كده نوع من أنواع السلس البولي الملح طبعا من الأسباب اللي بتؤدي إلى السلس البولي الملح بعض الأدوية اللي بتزود النشاط بتاع المثانة بعض الأمراض زي مرض السكري اللي بيأسطر على الأعصاب أو على الأعصاب الحسية بتاعت المثانة وبالتالي بتبدأ المثانة تعمل برضو انقباضات لا إرادية في أوقات مش مطلوب من نانية تنقبض زي أوقات لها تخزين البول وقلنا في الرجالة المرض أو الحكاية دي ما بتشافش غير أغلبا مع حالات الانسداد زي حالات البرستار ده النوع الأولاني الرئيسي من أنواع السلس البولي أو التبول اللا إرادية أو عدم القدرة على التحكم في البول بنسيب النوع دهوان وبنتنقل لنوع تاني برضو مشهور وموجود بكسرة وهو السلس البولي الإجهادي السلس البولي الإجهادي أو le stress urinary incontinence النوع دهو من السلس البولي موجود بكميات كتيرة كلمنا عنه قبل كده بس يفوتنا بنكلم باختصار شديد مرة دي هنتكلم باستفادة عن السلس البولي الإجهادي السلس البولي الإجهادي هو ناتج عن عنق المثانة احنا ما كلمنا عن طبيعة عمل المثانة وكلمنا عن عضلة المثانة نفسها وهي بتخزن البول وبعد كده بتعمل نوع من أنواع التفريغ والانقباضات الأراضية اللي ممكن تحصل في مرحلة التخزين كنا بنشرح السلس البولي الملحيم وان مشكلته كلها بتكمن في عنق المثانة عنق المثانة غير قادر على استيعاب الضغط اللي بيوقع على المثانة يعني مثلا المثانة مليانة فيها كمية مية هي قادرة تستوعبهم بخاصية المرونة أو الكمبلاينس بتاعها طول ما الصمام بتاع البول مقفول يعني طول ما عنق المثانة مقفول فيه صمام بيتحكم في التبول سواء عند الرجالة أو عند السيدات المفروض أنه خاضع لإرادة الشخص أو خاضع لإرادة المخ هو نفسه بس اللي بيأمر هذا الصمام يتفتح ولا لا لما بيكون الصمام ده ضعيف هو يدوب بالعافية متلصم ماسك المياه بيجي المريض يتعرض لضغط مفاجئ على المثانة الضغط ده مش بالضرورة من جوه المثانة يعني مش بالضرورة المثانة تكون فيها كمية بول كافية لأن الضغط ده ينتقل أن الضغط ده يتسبب في التبول بيجي المريض يحصل سعال كحة يعني أو عطس أو ضحك أو أي سبب من شأنه أنه يعلي الضغط داخل البطن وبالتالي بيتضغط على المثانة لما عدت البطن من بره بتنقبض فالضغط جوه البطن بيزيد فبيتضغط على المثانة هنا الضغط جوه المثانة بالتبعية بيزيد وبالتالي تمام فبالتالي لما بيحصل الضغط ده يضغط جامد تقوم المياه تفلت أو تتبول وهنا بيحصل السلس البولي الإجهادي الناتج عن زيارة الضغط مع البطن يعني مع الكحة والعطس وده بيكون سببه في الأساس أن عنق المثانة بيكون ما هواش عنق المثانة مش بالقوة الكافية أو الصمام التحكم في البول حصل فيه ضعف لأسباب هنقولها بعد ما ناخد اتصال من الأستاذ هلال أتفضل الأستاذ هلال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك يا دكتور عامل إيه؟ أتفضل معي بالنسبة لعندي الصديد دي ما بخلص خالص أنت عندك كم سنة يا أستاذ هلال؟ عندي 32 سنة عندك كم عليش؟ 32 سنة 32 سنة والصديد ما بيخلص أنت متزوج ولا مش متزوج؟ نعم نعم نتجاوز طيب حضراك بس آخر تحليل بول عملته كان إمتى مثلا؟ أنا عمله من أسبوع كده بيه طلع فيه صديد بس؟ أه عندي صديدة طيب الأعراض اللي عندك إيه؟ والله ساعة من بولة على طول و ساعة مش جو يعني و ساعة جنبي وجعله طيب هو ماشي يا أستاذ بالله إسمعنا 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 إحنا الفكرة كلها أن أنت في السن ده هو من الأسباب أن يبقى في التهابات مستمرة في مجرى البول ما بتخفش أن يكون مصدر للتهابات مش المسانة هو البروستاتا فحضراك بتعمل في الأساس تحليل بول كامل وبتعمل مزرعة التباول بتشوف إيه الأورجانزم اللي موجودة أو إيه نوع البكتيريا اللي موجودة لأن هنا مدوم ما استجابتش للعلاج فترات طويلة المزرعة هتدي لك صورة عن نوع الميكروب اللي موجود إذا طلع ميكروب عادي كلاسيكي من الميكروبات العادية حضراك بتاخد العلاج بتاعك في صورة مضاد الحياة وفترة كافية وما بتوقفوش غير لما بتعمل مزرعة تاني وتتأكد أن العلاج جاب نتيجة وأن ما عادش الأورجانزم موجودة طيب إذا حرك لقيت نوع من الأورجانزمات أو نوع من البكتيريا الغريبة حضراك بقى بتاخد العلاج المناسب لها مش العلاج الامبيريكل اللي هو بيتاخد في حالات الالتهابات البسيطة بتاعة ماجرى البول لأن الالتهابات ماجرى البول بتحصل في أغلب الحالات من نوع بكتيريا اسمول إيكولاي أو البكتيريا الجرام نيجاتف باسيلاي اللي موجودة دي ممكن عن طريق تحليل البول عادي بنستدل على وجودها بوجوده الصديد وبندي العلاج لكن إذا وجود نوع من الأورجانزمات أو نوع من البكتيريا الغريبة اللي مش معروفة بتظهر في المزرعة بتاعة التباول دي بتحتاج نوع مختلف شوية من العلاج حرك بتاخد العلاج ده هو أنه تبدأ تكمل على هذا الأساس وبعد كده طبعا بتتبعه بمزرعة التباول معنا الأستاذ أحمد اتصال هاتفين شوف الأستاذ أحمد صارحي أفن مزهر إتك مساء النور فضل مساء النور فضل أفقيد على كل موراء الشاشة وكل الإفقان مساء النور يا فندي أستاذ أحمدك إحنا عندنا بندوتة خمس سنين تمام يعني بتعودت على البامبرز يعني إحنا بتتباول في الليل مرتين ثلاثة كرة بس هو يعني ما تحصاش أنها لا إراضية يعني في الشيء تباول طبعي بس إحنا عايزين موضوع البامبرز ماشي ده تباول بالليل بس بالليل بس ولا بالليل وبالنهار لا في الليل بس يعني بتعود على اللبس ماشي يعني بالنهار ماشي بالنهار بالنهار بتتباول كويس بتحكي فرمي ها تمت خمس سنين ولا لسه ساعتين كده طيب تمت خمس سنين ولا لسه تمت فرمي تمت فرمي تمام تمام ماشي اسمعني يا سيد الحمد اه أشكرك أشكرك فضل هو أوضح أستاذ أحمد مش متابعنا من أول الحلقة لأن احنا اتكلمنا في موضوعها كتير قوي وعملنا له زي ما قلت تاني عملنا له حلقة كاملة موجودة كلها على اليوتيوب ممكن يرجع لها الأستاذ أحمد ويشوف الإرشادات المتابعة في حالة التباول الليلي من أول نحن قلنا بنعمل تحليل براز والتمارين اللي موجودة والعلاجات اللي موجودة فحرك ممكن تتابعنا لأن احنا قلنا كلام ده بشكل ملخص جدا في أول حلقة دي وقلنا قبل كده على اليوتيوب تقدر حرك ترجع له وتشوف إيه اللي مفروض تعمله في الحالة بتاعة بنت حضرتك نرجع للسلس البولي الإجهادي وشرحنا أن الضعف في صمام أو في عنق المثانة لما بيكون موجود عند المريض المريض ده بيبقى عرضة في كل مرة بيحصلوا فيها نوع من أنواع الكحة أو العطس أو أي نوع من أنواع الضغط الزيادة جوه البطن أن المثانة بتضغط فبالتالي اللي الضغط جوها بيزيد فالصمام ما بيقدرش يستحمل زي الصمام الطبيعي أو زي الشخص الطبيعي فبتبدأ المية تفلت مع أي زيادة أو أي نشاط من شأنه أن يزود الضغط جوه البطن طيب إيه ممكن يزود الضغط جوه البطن أولا في الرجالة بتحصل السلس البولي الإجهادي ما بعد جراحات مجرى البول الكبيرة زي مثلا عملية استقصال البروستاتا بالمنزار بيقعدوا مريض فترة مش أقل من 6 شهور ممكن توصل لحد 6 شهور عنده سلس البولي إجهادي السلس البولي الإجهادي ده هو ناتج من أن عنق أو صمام التبول ضعف بأن لما استقصنا البروستاتا لأنه البروستاتا في الرجالة بتعتبر صمام لا إراضي للتبول فلما تشالت بقى الصمام ضعيف لسه المريض ما تعودش على أنه يستخدم الصمام الإراضي لوحده وبالتالي مع كحة مع العطس مع أي نوع من أنواع الأنشطة اللي قلنا أنه بتزود الضغط جوه البطن بتبدأ المية تهرب أو تفلت من المريض ده في الرجالة ده السبب الرئيسي طيب أي أسباب تانية في الرجالة؟ الأسباب بقى الأشخاص اللي اتعرضوا لحوادث أو لأي صدمات في الحوض أو أي جراحات حصلت في الحوض لأي أسباب تانية ممكن يبقى من شأنها ضعف في الصمام وبالتالي بتتزمل مع وجود ثلاث باول إجهادي دي الأسباب اللي ممكن تأدي في الرجالة بالنسبة للسيدات هنشوفها بعد ما ناخد اتصال هاتفي من الأستاذة عبير اتفضلي يا أستاذة عبير انا دكتور لوسمى اتفضلي عندي بنت عمدها تباول وردت من حمام بالليل وهي نيمة مية يكبير يا دكتور عند 12 سنة تمام ماشي اسمعين اسمعين على التلفون ولا التلفزيون لا لا فيه التلفون اسمعين التلفزيون هو برضو الأستاذة عبير نفس الموضوع دهوا عشان أنا لسه قيله في أول الحلقة وقلنا الحلقة كاملة موجودة عن التباول الليلي على اليوتيوب ده مش نوع من التباول اللي راضي ده كل الحكاية أن الطفلة نموها ما اكتملش فيه رفليكسات فيه فعل منعكس لازم تيتعود عليه لازم يتسطب كويس في عقلها أو يترتب كويس في عقلها ومجموعة عن طريق مجموعة من التمارين والعلاجات وقبل كده لازم نستثني وجود التفايليات أو دودة دبوسية بالتحديد لأن ده من أهم الأسباب اللي بتؤدي للتباول الليلي دودة بتنشط ليلاً وبتبدأ أنها تعمل إريتيشن أو بتدايق الأعصاب اللي موجودة في الحض فبتعمل نوع من التباول الليلي وقلنا مجموعة من التمارين وقلنا أن العلاج بيجدوره بعد التمارين دي أن هي تبدأ تزبط نمط النوم بتاعها مواعيد سبتة وتقطع وتقطع النوم ميبقاش النوم مستمر وأن المريض دوان بيتحكم في عضلات الحض عن طريق تقطيع البول أثناء التباول ومجموعة من التمارين شرحناها باستفادة وموجودة سواء في الحلقة قديمة عن طريق عنوان التباول الليلي أو في نفس الحلقة اللي احنا كلمنا فيها برضو وكلمنا بشكل مختصر في أول الحلقة وأكتر من حد اتصلوا وكانت نفس الإجابة يا جماعة ارجعوا الحلقة اللي موجودة على اليوتيوب وانتوا هتشوفوا كل التفاصيل اللي موجودة عن حالة التباول الليلي بالتحديد لأن ده مش تباول لا إرادة ده طفل نايم نوم تقيل مش أكتر من كده بالنسبة نرجع لموضوع حلقتنا والسلس الباولي الإجهادي وشرحنا إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي للسلس الباولي الإجهادي في الرجالة بالنسبة للسيدات قلنا أن السلس الباولي الإجهادي أكثر أو سيدات أكثر عرضة للسلس الباولي الإجهادي بالذات السيدات اللي بتتعرض للولادة الطبيعية الولادة الطبيعية تكراري ولادات الطبيعية بتضعف عضلة الحوم ده طبيعي ده حاجة موجودة وهنا بعد متكراري ولادات الطبيعية مرتين وثلاثة واربع مرات بيبدأ عنق المثانة يضعف ممكن كمان يكون مصحوب بنوع من أنواع السقوط المهبالي يعني مش شرط يبقى فيه سقوط مهبالي عشان يكون فيه سلس إجهادي ممكن يكون فيه عنق المثانة أو ممكن يكون فيه سقوط مهبالي ما فيش سقوط مهبالي بس عنق المثانة ضعف سمام التباول ضعف وبالتالي بتبقى السيدات دول عندهم عرضة أو هما عرضة أكثر لعملية التباول لا إرادة الإجهادي أو السلس الباولي الإجهادي عنق المثانة ضعيف المثانة بتمتلئ بالبول لسه عنق المثانة مسيطر لسه آف العنق لسه مسيطر أو لسه متلصم يعني ما قادر السيدة تتحكم في البول لكن مع الأنشطة اللي بتزود الضغط في البطنة زي مثلا الكحة زي العطس زي الكحة زي العطس زي الضحك زي أي شيء تبدأ المثانة تفرغ البول ده بكميات كتيرة تبدأ المثانة تفرغ البول ده بكميات متفاوتة بتختلف على حسب شدة المرض طبعا السيدات اللي اتعرضت لجراحات في الحوض لأسباب مختلفة ممكن تكون زيها زي رجالة عندها سلس بولي إجهادي طب إيه الحل في حالة السلس البولي الإجهادي في أغلب الحالات أو مش في أغلب الحالات هتحتاج للعلاج الجراحي عن طريق تركيب سينثيتيكس أو مواد صناعية زي شريط يقوي عنق البول يقوي عنق المثانة وبالتالي يجاودي ريزيستنس بتاعت الصمام ده لما يزيد الضغط المثانة ما تفضاش أو ممكن في حاجة اسمها الأرتفيشيال يوريسر الاسفنكتر أو الصمام البولي الصناعي واللي ممكن نتكلم عنه بالتفصيل في حلقة جديدة عن طريق الناس اللي عندها سلس بولي إجهادي شديد سواء رجالة سواء سيدات محتاجين لصمام للتحكم في البول طبعا والصمام ده بيكون أكثر نجاحا في الرجالة منه في السيدات عكس الشريط اللي بيتركب تحت عنق المثانة بيكون أكثر نجاحا في السيدات منه في الرجالة وفي حوالي 70% من الحالات بيحل المشكلة بشكل كامل بالنسبة لمرضى السلس البولي الإجهادي دول كانوا النوعين الرئيسيين من السلس البولي أو من اضطراب التبول وكلمنا مع حضراتكم عن حالات تكرار الرغبة في التبول المريض اللي بيحتاج يروح التبول بالليل كتير أو بالنهار والحكاية دي بتزيد في الشتاء وقلنا أسبابها وقلنا إيه اللي المفروض المريض يعمله وكلمنا عن ردنا على استفسارات حضراتكم في الحلقة دي مع بعض الناس اللي سألت كتير أو عن التبول الليلي بكرر كلامي بقولهم ارجعوا لليوتيوب إن شاء الله في حلقة جاية نكمل مع بعض اضطرابات التبول كلها والعلاجات المقترحة وأنواع العمليات اللي ممكن نعملها لمرضى السلس البولي علشان يعيشوا بشكل مريح ونحسن الكواليتي أوفلاي نكون سعيد جدا أنه كنت مع حضراتكم النهاردة في الحلقة دي من برنامجكم عادة الصحة وإن شاء الله على وعد إن احنا نتقابل في حلقات تانية جديدة على شائشة الصحة والجمع مع السلامة شكرا